من جانب آخر أكد صاحب السمو الشيخ السعود من صغر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن تبني مفاهيم الاستدامة وتعزيز كفاة إدارة الطاقة والطاقة المتجددة ضمن منهجية العمل الحكومية في القطعين العام والخاص ينسجم مع هداف الأجندة الوطنية في دولة الإمارات للأصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 جاء ذلك خلال استقبال سموه فرق داء الطاقة في الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة بمناسبة حصول جميع دوائر حكومة رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو خمسين ألف واحد ما يجعلها أول حكومة في العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي لجميع دوائرها